رمز الساعة في المنام. الساعة دايما حلوة. الساعة ما تكون شغالة او تكون وقفة مش وحشة. تمام كده? تمام. اعطاء الميت. انا بس بجد لكم الرموز السلبية اللي جاتلي على النهاردة اللي بيكلموني على ابليكيشن حاضر اتنين. جاييني النهاردة برمز الساعة وحد فصر ان الساعة من المتوفي موت. حد فصر ان الساعة الوقفة وقفة حال. لا لا لا. تمام كده? تمام كده. طيب تعالوا بقى نشوف المعنى للساعة. الساعة دايما مبشرة قوي قوي قوي. احنا نقلق من الساعة الين. المتكسرة. القديمة. ضاعت. التلاتة دول. بس متكسرة او قديمة. القديمة اللي هي المقشرة بقى الجلد بتاعها بايز. ساعة الحقت هل لها معنا? ساعة كتيرة جدا جدا جدا. كل حاجة ولها معنا على حسب حال الرأي. على حسب حال الرأي. طيب انا لما يكون عندي ساعة وقفة. وشكلها قيم. ده معناه ايه? خلاص بقى اهو. انا الاواني ان انت ربنا هيكرمك بحاجة في التوقيت ده. في الشهر ده. في اليوم ده. يعني في بشارة جايلك في الوقت ده. مش لسه في حاجة بقى بتمشي. مش عارف ايه جماعة يعني التفصيلات ما نقرهاش كتير. طيب انا عندي الساعة مسلا انا انا خدت بقى ان الساعة بقت ترن 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 على الساعة واحدة. على الساعة اتنين. الارقام انا اقلالكم انا بقرأ ايه الارقام الحمد لله. كل رقم ليه معنى. كل رقم وليه معنى. دي حاجة بقى كده هتطاول معي شوية عشان اشرح حالكم. وعشان اشرح حالكم انا انا يعني ايه. اه بحب اخد منكم الاسئلة. ما بحبش اوضح الرموز كاملة مكملة. لاني قلتلكم ان شاء الله رب العالمين في حاجات كتيرة هكشفها لكم في كتاب اللي بجهز فيه بازن الله تعالى بازن الله تعالى بدون مقاطع يا رب. اه اه اوضح لكم كل حاجة. انا بديكم كده رموز اه مش مبهمة. عامة. رموز عامة. الارقام في الرقم مفيش ولا رقم في الساعة سيء. ولا رقم في الساعة سيء. الا اذا. رقم مثلا ايه? واحدة الا خمسة. اتنين الا خمسة. تلاتة الا خمسة. اي حاجة الا 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 بيبقى عجزة عند الرقم. او لسه ما انشي الاوان. كل ما كانت ويه كل ما كان حلو. كل ما كانت ثابتة على رقم برضو حلو. ليها تقويلات تانية معي? اه. ليها. على حسب سياق الرؤية. بحدد لكم بالضبط. سياق الرؤية ماشي معانا ازاي. اه. حاجة مثلا زي اللي حصل معي في الهنا كده. اله. الشرخ ده مثلا. ساعة. ايه? وقعت وحصل فيها شرخ. ده اللي بيحصل ايه بقى? حاجة بتكوني بتسعي ليها? سعي. ان انتي بتسعي. لامر ما? بس هيزع عليك. موقف فيه هيزع عليك. لو حد وعدك بوقته معين. انا مثلا ايه? هجر طابت بيك في شهر خمس. اه. انا انا الشغل بتاعك ان شاء الله هزبطه لك او هزبطه لك مش عارف شهر واحد. اه. طب استنى مش عارف كزا. كل ده هيطلع كلام باطل. ركزوا معي. كل ده هيطلع كلام باطل. طيب انا التوقيتات اللي بتبقى حلوة قوي قوي في الرؤى كل الاركام توقيتاتها طيبة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. الا رقم واحد بيبقى اشارة من عند الله سبحانه وتعالى. يقول لك ربنا اصطب اقف هنا. فيش حاجة هتيسر لك امرك. الا التقرب من الله سبحانه وتعالى. تمام كده? طيب. انا دلوقتي اما تكون في حد كتاب لي الاستيك الساعة. الاستيك الساعة. اما يكون انا قيلة اللي الساعة المقشرة. الساعة اللي بتكون قديمة ومتهلكة بتكون ديات كلها انك انت بنتظر حاجة مش حلوة. يعني ما بتبقاش طيبة قوي. الساعة الدهب حلوة. الساعة من الميت حلوة. الساعة من الميت حلوة. بقررها التاني والتالت ورابع. الساعة من المتوفي حلوة. مش وحشة. فيها واحدة جايلة بتعيط لي بتقول لي انا قريت وفي حد من المفسرين قال لي دي موت. ما لهاش علاقة بالاعمار. ولكن ده وقتك خلاص مش عارف ايه. والله ما لها علاقة بالاعمار. جات لي رؤية من زمان على كده ومشاء الله صاحبتها اسمالة عليها. طب بنا يحميها ويحفظها. اللي عين عليها برضا. الساعة الفضة. الساعة الدهب. اه الساعة النحاس ما بحبهاش. اه خدوا بالكم. الساعة النحاس النحاس مش الدهب. ما بحبهاش. بيبقى صاحبها يعني ايه? الامور معي بتبقى مش طيبة قد كده يعني.